سلام عليكم تفاصيل يكشف عنها لأول مرة وحصري وراء زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابع الصباح اللي ظهر القاهرة للمرة الأولى بعد توليه المنصب الرجل كان فحاقبته ملفات مصرية للدولتين مصر والكويت وكمان صفقات اقصادية من نوعية صفقات العيار التئين ويبدو أن مصر والكويت على موعد مع تحرقات من النوعية الخطرة سيبك بقى من البيان الختامي أنا جايب لك ما ضارة في الكواليس ضروري تشوف الحلقة الأخيرة بس أحضر بقى في الأول كوبايت شاي خمسين واجهز لحلقة من حلقات اقصاد العيار التئين بس في الأول ما تنساش أن اليوتيوب والفيسبوك حاليا بيقيدوا المحتوى الاقتصاد والسياسي وبيقلل ريتش بتاعه لإعتبارات حضرتك عرفها كويس فلولينا خطر عندك ومن باب التشجيع والدعم ياريت كل اللي بيشوفنا يعمل لايك ويعلق برأيه ما تنساش تفعل علامة الجرس على اليوتيوب عشان يوصلك إشعار بالحلقات أنا أحويت جهزي فلو شاية جهز هاتوا يلا بينا أنا محمد أبواصل وجادردش معاك اقتصاد بخمسينة اقتصاد في حاجة مهمة جدا ينبغي على المسؤولين في مصر إنهم يخدوا بالهم منها لأنها تقنجاة للاقتصاد المصر لو سألتني إيه هي يا غصي هقولك حكتين خلق المصادر الجديدة لجلب الدولار والأهم الحفاظ على سرسابة العملة الصعبة تبدأ يحصل إزاي؟ ببساطة إنك تفصل قوانين تكون حافز لدعم حاجة إسماء اقتصاد الكماليات زي مثلا إني أدعم صناعة وبزنس التجميل أوفر ليهم قوانين اللي ساعدهم يتوسعوا ويدخلوا الأجهزة والتقنيات الحديثة وديهم حوافز جمركية وعشان يجيبوا عملة من برى الجو مصر ومصر من عملة إنهم ما يطلعوش برى يدفعوا دولارهم برى مصر السؤال دلوقتي هو إحنا عندنا في مصر نمازج من النوعية دي هقولك عندنا نمازج ومشرفة كمان وسطها مسمع برى مصر لدرجة إن فيه عملة من جميع أنحاء العالم بيقولها النموذج اللي معنا هو رأي حلقة النهار مركز تشينج مين أو تشينج مين تلينك عنوان مشرف لمصر في مجالات التجميل والرعاية الطبية وزراعة الشعر وعمليات التأهيل وزراعة الأسنان والتخسيص وغيره خد بالك البزنس ده ضغم مركز تشينج مين القائمين عليه قدروا ينقلوا أحدث التكنولوجيات والأدوات والأجهزة اللي في العالم في مجالات التجميل والرعاية الطبية هنا في مصر كمان عنده مركز تدريب للأطباء وعندهم متخصصين على درجة عالية من الكفاءة والتميز بيقدم خدمات متميزة بسعر تنافسي لأن عمليات التعويم وفرق العملة خليه يقدم أفضل خدمة بسعر قليل يعني اللي بتسافر تعمله برا بسعر عالي يتعمل هنا جوه فمصر بجودة أفضل وتقنية أعلى المركز ما وقفش لحد هنا ده بيتوسع في الدول الخليل عن طريق أنه بيعمل مكاتب تسويق لشغله يتعقده مع العميل ويجيبوه هنا في مصر الناس دي تعبت لحد ما عملت السمع دي دلوقتي بقى بيتوسعوا بطريقة الفرينشايز يدوك اسمهم ويدعموك بقى حدث التقنيات والمواد ويشريفوا عليك وانت في المقابل تدخل ملايين وتديهم نسبة بتكلم بحماس عن المركز ده لأن جربت خدمتهم مش بتكلم من واقع اسكريبتة أو إعلان لا ده أنا كنت عميل عندهم إمكانياتهم قوية جدا وكمان سرعة ودقة عالية هسيب ليك لينك موقع وصفحات وأرقام تشينجي مي ووصف الفيديو وأول كومنت عشان تدخل تاخد فكرة أو تجرب خمسينة اقتصاد هناك عملاء لهم وضع غير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصل للطاهرة ويتفاوض على دعم سياسي يخلق استقرار أكتر في الكوين في الناحية التانية بيتكلم عن صفقات اقتصادية في المقابل مع مصر في تفاوض على مشروع ضخم وكمان دعم أضخم ووديعة ضخمة تودع لدى البنك المركز المصر الكويت اللي بتدرس مش مصر اللي تربع ده غير الدخول في قدر كبير من صفقات الطروحات الحكومية في مصر استثمارات الكويت في مصر تتمتع بحصانة لا تتمتع بها في أي دولة تانية بتوصل لحوالي 15 مليار دولار و 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خد بالك فيه كم تفصيلة مهمة جدا هكشفها ليك بس تعالى حكي ليك القصة دي يوم 1 مايو 2024 صار مصر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعشان يدخل اجتماع مغلق مع الرئيس المصر عبد الفتاح السيس ومسؤولين مصريين ويخلص الاجتماع وتنتهي الزيارة على بيان ختامي روتيني خالص وتكريم للأمير بمنح قلادة النيل اللي هي أربع وأشهر الأوسمة المصرية واللي بتمنح لسبب والهدى وحتى لو هتمنح لرئيس أو أمير أو ملك فمش من أول زيارة ومش لمجرد الزيارة طيب ليه التكريم؟ أكيد ورا حاجة بخم بقى لازم يكون التكريم ورا سر ليه غاية على الأقل؟ الصراحة ما فيش أي مبرل للتكريم غير إن تكون المناقشات والاتفاقات اللي تمت في الغرف المغلقة مهمة من النوع المصيري اللي هتوقف عليه صفقات ونتائج ومشروعات وتفاهمات توصل لحد الضخامة وبتمهد لحدث عظيم دي نقطة طيب تحالف صفقة زي ما تقول قول وهي فعلا كده للأسف كالعادة الإعلام اكتفى بالتغطية السطحية الروتينية من غير ما يدعب نفسه ويجيب معلومة ويكلم مسؤولين ودبلوماسين على دراية بمدار في الاجتماعات دي إحنا عملنا كده بس قبل ما أحكي لك كواليس مدار وما سيحدث عايز أقول لك إن من باب إحقاق الحق وليس من باب استعراض القوة والعضلات إن حلقة النهاردة بتبدأ من الحلقة دي دي حلقة مهمة نشرناها من حوالي ثلاث شعور وكشفنا فيها جزء كبير من المخطط الكويت المصر واتهاجمنا فيها وما قيل فيها من معلومات جبناها وهي لسه ورد دلوقتي عمليات التنفيذ بدأت فعلا يعني اللي قلناها اتحق معا لنشر فاية إنه إحنا نغسر ثقة حضراتكم فيه عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا زيارة الشيخ مشعل الصباح سبقها اجتماعات مغلقة وتحرقات غير معلنة ووفود رايحة ووفود جاية وعشان يكون فيه موافقة مبدئية على كامل الصفقات وكل طرف يعرف اللي هيقدمه واللي هيحصل عليه في المقابل مسيرات دي ما بيجيش تنهي كل حاجة ده بتحط نقطة وبيبدأوا من أول الصد المناقشات بتكون سبقتها عايز كمان أقول لك معلومة مهمة جدا وهي إن الكويت هو من يشرف على الصفق ومهندس الصفقة والأمير مشعل بنفسه الموضوع كبير وهنا بقى سؤال مهم ما الذي يخطط له أمير الكويت طيب مصدرنا أو مصادرنا بمعنى أضبط كشفت لنا أن زيارة الأمير مشعل سبقها زيارات ووفود كتير من الجانبين المصر والكويت وهو عبارة عن ثلاث صفقات صفقة سياسة في اقتصاد وصفقة اقتصاد في اقتصاد وصفقة دبلوماسية في اقتصاد يعني الاقتصاد هو القسم المشترك من الثلاث صفقاتهم اسمع بقى كم معلومة اللي من الكواليس دي من حوالي خمس شهور بالتحديد بدأت في السر زيارات لوفود من الكويت لمصر الوفود دي معاهم مشروع المشروع ده هو مشروع الشيخ مشعل الأحمد الصباح طبعا هتقولي ده الشيخ مشعل بقاله في الحكم مش أكتر من ست شهور هقولي حضرتك كلامك صحية بس الشيخ مشعل كان هو الحاكم الفعل للكويت في الوقت أو وقت ولاية العهد وده للظروف الصحية للشيخ نوافل أحمد الجابع الصباح اللي توفوه الله وفود الشيخ مشعل أكدت أن الرجل عنده مشروع اقتصادي نسبها للكويت والدخول في سبق جذب الشركات والبرندات العالمية للعمل من على أرض الكويت مرة تانية بعد ما هربت منها خلال الفترة اللي فاتت نفس القصة تنفس السعود الإماراتي نفس القصة يعني ده غير أنه عايز يدخل استثمارات ضخمة في الأسواق والبلدان اللي وعدة حواليه وعشان تحقق الكويت حيادات اقتصادية ضخمة توازي أو تهرب بها الكويت من المصير السيء الذي ينتظرها نتيجة الاعتماد فقط على عائدات النفط ده غير أنه فيه ارتفاع في قيمة العجز المالي والموازنة وارتفاع فترة الدع وزيادة الدين الحكومي والخطر اللي بيهدد العملة الدينار الكويت في تقرير لصدوق النقد الدولي بيتوقع فيه انهيار الدينار وأنه مدعوم ومقوم بأكتر من قيمته كمان إعادة تأهيل وبسرعة للبنية التحتية في البلد اللي كانت في يوم من الأيام ظهرت الخريج لأن مستوى البنية التحتية فيها فكز بقى معايا في اللي جاي وعشان اللي جاي مهم جدا عنده كمان مشروع سياسي وهو تحقيق الاستقرار للكويت اللي ما فيش حكومة بتععد فيها شعر ثلاثة على بعض واللي دايما فيه خلاف بين الحكومة والبرلمان خد بالك الكويت أعلى درجات الدموقراطية في الخريج كمان فيه أكتر من طيار سياسي داخل البرلمان عاملين حساسية في الأوضاع بين مصر والكويت شغل شحن يعني لو حضرتك ملاحظ أكتر هتلاقي ان كان فيه توطر في العلاقات بين مصر والكويت مؤخرا مش سببها مصر ولا سببها الديواني الأمريكي الكويت نظام الحاكم يعني لكن سببها البرلمان أو ما يحدث داخله اللي بيضم بعض العناصر والطائرات السياسية اللي بتحمل العداء لمصر وده واضح من كلماتهم في البرلمان لما تيجي سيرة مصر أو العمالة المصرية بدل ما ينقش وضع العمالة بدبلوماسية ويطلع برأيه اللي يهمه واللي يمشي مع مصلحة بردو تلاقيه من فوق بالنار وتلاقيه اللي بالناس أو يقلب الناس هناك في الكويت على العمالة المصرية والاستثمارات الكويتية في مصر الناس دي محسوبة على طائرات سياسية معادية وليها ولاقات لدول تانية إيران بقى وغيرها على الناحية التانية حالة عدم الاستقرار السياسي بدأت تتصرب داخل الأسرة الحاكمة نفسها سواء فيما يخص شيعات الانقلاب اللي كانت بتواجهها الكويت في الفترة الأخيرة واللي كان بيتم تسويقه بأن أسرة الصباح بتعاني من القسمات الداخلية أو التنافس داخل الأسرة فعلا على الإمارة دي نقطة مهم أنا بفهمك إيه اللي في القصة عشان أقولك إيه الكواليس اللي بنتكلم فيها أو الصفقات اللي هنتكلم فيها دلوقتي على الناحية التالتة بقى الجانب الدبلوماسي اللي هو المحيط الخارجي الأمير مشعل عنده تطلعات بأنه حقق استقرار الدول وده بتأسيم الحدود البحرية وغير البحرية وحل القضايا العالقة فيما يخص قبار النفط المشترك وكمان سمعتها أو تعبولتها مع الجرهات وحالة العداء مع دول الجوار ده السبب ولا الصفقة اللي بتتم دلوقتي طيب الشيخ مشعل يأمل إيه؟ ده سؤال منطقي ببساطة الرجل شايف أن مصر تدعم من زمان الكوين وأن مصر حليف تسق فيه وأن الدبلوماسية المصرية نجحت الفترة الأخيرة أن كلها أنياب وأنها تشتبك مع الكل وأن مصر دلوقتي حليف قوي ورشيد نجحت الفترة الأخيرة أنها تحسن معالج كتير لصالحها من غير نقط الدم واحدة كمان عندها نهضة اقتصادية وسوق واعد ومربح ومستقبلها جاي لو ركزنا أكتر كمصر في الشغل وعدنا الأزمات اللي بتظهر من وقت للتاني ودرنا صحة أنت بتبني بلد من جديد وده بغض النظر عن أننا بننتقد أوضاع كتير في مصر وده الصح وده اللي لازم يحصل نقد ومرأبة شعبية لأداي الحكومة حتى تستقيم الأمور ده وعي ما علينا طيب الكويت أريع أن مشروع مصر التنموي مهدد لسبب واحد وهو نقص التمويل ومن هنا بدأت وفود أمنية إقصادية دبلوماسية سياسية تلتقي من الدولتين ومن حوالي أربع شهور ونص كان أول اجتماع اللي جمنا لك وقتها الحلقة إياها اللي تكلمنا عنها في الأول كانت لسه مسودة كده طيب اتفقت الكويت مع مصر على دخل استثمارات جديدة في قطاعات البنية تحليط المياه وإنشاء محطات كهرباء وهتتوسع في تنفيذ محطات المياه فيما يخص التحليط وضخف استثمارات ضخمة فيها وكمان محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياحة الأهم بقى أن الكويت دخلت على قط المفاوضات فيما يخص الاستثمار في شركات بيترو كيمويات أبدت اهتمامها بكيمة أيها كيمة أصفات خد بالك كيمة مش من ضمن الشركات المعروضة للشراكة ولا للطرح حتى الآن ده علميا لكن عمليا في عروض كتير سعودية إماراتية قطرية عومانية وأخيرا كويتية دي شركة مهمة جدا دي من مخرجاتها الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات النووية والمفاعلات النووية هي الموضة اللي ماشية في المنطقة الفترة الأخيرة فده قصة كبيرة ومهمة الكويت من نفسها تدرس إيداء وديعة لدى البنك المركزي المصر وأعتقد أن بدأ الكلام مع السيد حسن عبدالله محافظة بنك المركزي في مصر لأن ليه علاقات قوية جدا بالكويت والخليجي الوديعة قيمتها لم تحدد بعد لكن بيتردد أنها ستكون في حدود 2-3-4 مليار دولار اللي أهم بقى هو مشروع سياحي ضخم مدينة سياحية الكويت بتسعي أنها تنفذها على أرض مصر وفود أمير الكويت الشيخ مشعل بتدرس 24 مدينة سياحية بتجاهز مصر بنيتها التحتية منها منطقة راس جميلة ومناطق في النطق العالمين والضبع ورشيد الجديدة والجلالة مصر بتحاول يعني فرد صفقة راس جميلة على الكويت بمبلغ مشابه لما أعلنته الإمارات فيما يخص صفقة راس الحكي لكن مش بنفس القيمة هتكون أهل شوية الموضوع ده قيد المفاوضات لسه هل مساء مصر هتنجح ولا لا؟ ده أكيد إن شاء الله هتنجح لو هي ضغطت شوية خاصة وإن الكويت بتحول تتوسع استثماريا لأنها عايزة ترجع أنها تقود الخليج استثماريا زي ما حصل زمانا ده سؤال لسه في بدايته خالنا نشوف قصته خاصة وإن الكويت هتمول فقط والشركة المصرية هي اللي هتنفذ يعني الموضوع مش محتاج من الكويت أكتر من أنها تفتح البدجت بتاعها المحفظة الكويت مهتمة بالمشاركة في مشروع استغلال مقارات الوزارات الحكومية أعادت تأهلها السندوق السياد الكويت هيشتغل على النوطة دي أعادت تأهلها وتحولها بفنادق ومقارات حكومية وهنا في مفاوضات جد وصلت لمرحلة حاسمة بين عملاق الكويت الشرس السندوق السياد الكويت رابع أكبر سندوق صروة سيادية في العالم تقدم عليه سندوق أبو صبي سندوق الكويت بيدير أصول تقدر بحوالي 923.4 مليار دولار يعني ده في لين على التريليون دولار ده داخل عندك بقوة هنا في مصر الكويت هتتوسع في تنفيذ صوامع القمح الإلكترونية كمان في مصر ده من ضمن صفقة الأمير مشعل فعلا أهم ما تم التفاوط حوله هو إن الكويت هتدعم القاهرة باحتياجاتها من النفط دينه بقى نوطة ومشتقط والسداد على فترات طويلة أو ميسرة إلى حد ما لأن مصر عندها مشكلة في توفير احتياجاتها من النفط وده بقى سبب الرئيسي من قطاع الكهرباء وغيره قصة كبيرة ده غير أهم مشروع جاء به أمير كويت وهو إعادة تأهيل البنية التحتية في الكويت صفقة إعادة تأهيل أو إعمار على صغير وإنت عندك هنا خبرة ودقة وصرعة أو تجربة نكحة في التنفيذ ده هيكون إعادة تأهيل مقابل النفط مصر هتعيد تأسيس وإنشاء الشبكة أو شبكات البنية التحتية في الكويت وهتنفذ ده شركات مصرية من خلال حكومة مصر اللي هتنصت مع حكومة الكويت يعني الشركات مش هترخمت نفسها ده من خلال الحكومة المصرية وده هيكون مقابل النفط اللي هتحصل عليه الحكومة المصرية زي إعادة تلبناء مقابل النفط اللي شغل عليها العلاقة الوقت والحكومة المصرية تسدد هي للشركات المصرية ده أهم جزء من وجهة نظري في الصفقة دي بالتحدي فده نقطة لازم نأخذ بلنا منها طيب أول جزء في المفاوضات كان يخص عملية تأليب الرأي لعام الكويت على المصريين هناك ومعاملة العمالة المصرية في الكويت بشكل غير لائق وده مصر أبدأ تستيقها منه وبنفس الوقت وقف تصريح العمل للمصريين إنهم يسافر الكويت وده أول جزء من الصفقة اتنفذ لو لاحظت فجأة دعم للمصريين هناك فجأة معاملة تغيرت لحد كبير فتن تم احتوائها واتفتحت من أسبوعين لو لاحظت تصريح العمل للمصريين هناك ونبرة الصدام خفت شوية من أسبوعين قبل زيارة الأمير مشعل بأسبوع عصد المصريين والكويت في النهاية أشقاء والمصريين رايحين يبنوا ويعمروا هناك بناء على طلب من الكويت مش فرضين نفسنا عليهم مصر هتدعم الكويت سياسيا في ترسيم حدودها وينهاء خلافها مع إيراد وكمان العراق وحاسم مشكلة أبار النفط المشترك هذا بقى المقابل دبلوماسيا المصري هتتحرك لصالح الكويت ما هي مصالح وبتتصالح وده تكلمنا فيه بالتفصيل قبل كده هنا كمان فيه نقطة مهم وهي أن أمير الكويت وهو في القاهرة أعلن وده بقى ملشور في الصحر دعم مساعي مصر لفرض الاستقرار في ليبيا والسودان والحقوق التاريخية في أسيوبيا فيما يخص بياه النيل وانتقاد ما يحصل على حدود مصر الشرقية خد بالك ده دعم سياسي بمقصين توحيد مواقف ومصالح وصفوف خد بالك كمان مصرك هتدعم الكويت بدعم سياسي في عملية إصلاح سياسي واقتصادي داخلية إزاي الأفضل ما نتكلمش بالتفصيل في النقطة دي لكن الموضوع أو عملية الإصلاح الاقتصادي دي أو السياسي بمعنى دق قد تمتد لداخل الأسرة الحكامة الموضوع خطير وكله لبيب بالإشارة يفهمه قريب جدا فيه اجتماعها يجمع الحكومة المصرية والكويتية لتوقيع عدد كبير من الاتفاقات تخص المشروعات والصفقات اللي اتكلمنا عنها والتنفيذ بتاعها والحقيقة أن الكويت بتعيش فترة غريبة بالنسبة لدول الخليج عموما ففي التوقيت أن الاقتصاد السعودي والإمارات طالعت بسرعة الصاروخ لكن الاقتصاد الكويت رغم أنه بيملك 7% من احتياط النفط في العالم بيعاني من مشاكل كتير ومهدد وده على الرغم من أن السندوق السياد الكويتي واحد من أكبر سندوق الصروة السيادية في العالم وبيبتلك زي ما قلنا قرب على التريليون دولار الأغرب أن الدين العام للحكومة الكويتية شبه معدوم عكس باقي الدول الخليج اللي عندها ديون لكن تخيل حضرتك أن مستوى البنية التحتية في الكويت بقى دون المستوى تماما وفيه مشكل كبير وما بيمرش إزوع اللي لو بيتم فتح الملف دهناج بعد ما كانت شوارع الكويت هي ظهرة الخليج وبقيت محل شكوى مستمرة من الموطنين خصوصا مع تضهور الخدمات العامة في البلاد مقارنة بباقي الدول الخليج الكويت في المركز 52 في ترتيب أكتر البلدان اللي الأجانب عايزين يزروا وده حسب استطلاع نشرته أو استطلاع سنوي لوننظمة انترناسيول في العام 2022 في التوقيت اللي جات دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس طيب الخلاصة حضرتك الكويت بتمر لفترة تحول جديدة مع الأمير مشح ونفس الفترة بتمر بيها مصر مع الرئيس السيسي تحول الكويت بترى أنه ضروري بناء صدغر النفطي عشان ترجع الكويت صهرة الخليج من تاني ومصر بتبني بس محتاجة تمويل الكويت بتمتلك مقومات اقصادية جبارة والموضوع بس محتاجة تنظيم وفصل بين السلطات ودي مهمة مش مستحيل خاصة لو النواية كانت صادقة من ناحية تانية فالعلاقات بين مصر والكويت محتاجة نظرة مختلفة بعد ما شافت مجموعة من الأزمات خلال السنين اللي فات خاصة وأن البلدين في أمس الاحتياج لبعض وأول الطريق للإصلاح هو الضربة على الفساد جوة البيت سواء في مصر أو حتى الكويت أشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر